السلام عليكم ورحمة الله وبركاته النهاردة بإذن الله عمل مع حضراتكم شكشكة البيض أكلة سهلة وسريعة تعملوها للفطار أو للعشاء بيبقى تغيير وطعمها حلوة قوي وممكن كمان تزودوا عليها أي إضافات بتحبوها زي الجبنة أو اللحمة المفرومة أو السجوء أو الهدج وتحمروا جنبها بطاطس وتعملوها كوجبة غدا سريعة يلا بقى علشان نحضرها بالنسبة لمكوناتها بسيطة جداً أول حاجة معايا بصلة كبيرة متقطع تقطيع ناعم أو فروموها في الكاب عادي واحدتين من الفلفل الأحمر والأخضر متقطعين تقطيع صغير لو مفيش فلفل أحمر حطوا فلفلتين أخضر وتمن واحدات طماطم متقطعين تقطيع صغير ولو حابين تبشروا الطماطم علشان ما تبنشي في الشكشوكة ممكن تبشروها أنا كتير قوي بعملها كده واحط عليهم 6 بيضات لو حابين تقللوا البيض قللوا كمان الخضار معايا علشان يبقى الكمية متناسبة وبالنسبة للتوابل الشكشوكة بتحتاج ملح وفلفل لو حابين تضيفوا كمون كصبرة بابركة زي ما تحبوا بس أنا هحط عليها ملح وفلفل معلقة صغيرة من الملح ونص معلقة صغيرة من الفلفل الأسود وهحتاج أربع معالق كبيرة من الزيت عليهم معلقة كبيرة من السمنة بس بلوكو دايما مقدير أي أكلة بعملها في صندوق الوصف للي حبي يشوفها هاجب بقى الطاصة اللي هشتغل فيها وانزل بالسمنة والزيت للاربع معالق من الزيت والمعلقة الكبيرة من السمنة واسبهم يسخنوا كويس وبعد كده هنزل بالبصل الكبيرة المفرومة ناعم وقلبها كده وبعد كده هاخد رشة من الملح من المعلقة الصغيرة اللي احنا هنحطها على الشكشوكة لأن احنا عارفين إن البيض من الحاجات اللي ما بتحتاجش ملح كتير بخلي بقى النار متوسطة لحد ما البصلة تتبل والمية اللي فيها بتبدأ تتبخر ما تنسوش بقى اللايك واللي ما اشتركش في القناة يشترك ويفعل الجرس علشان يوصل لكو كل فيديوهيتي أبقى أخد بالي منها علشان الأطراف بتبدأ تسفر الأول قبل النص أقلب فيها لحد ما بدأت تسفر هنزل بالفلفلة اللونها أحمر المتقطع تقطيع ناعم وقلب فيها كده وبعد كده نزل بالفلفلة الأخضر وديهم تشوحة خفيفة لهم تدقتين كده في المرحلة دي لو حابين تغيروا في الشكشوكة وتضيفوا معلقتين من لحمة مع السجا أو وحدتين سجوق متقطعين أو وحدتين هدج متقطعين وتبقوا كده غيرتوا فيها وزودتوا كيمة الغذائية لها كمان بس أنا أعملها النهاردة معاكم الشكشوكة الأصلية بدون أي إضافات وبعد كده أنزل بالطماطم المتقطع تقطيع ناعم 8 وحدات أشوح بقى الطماطم مع البصل مع الفلفل وأحاول أعلي النار شوية وبعد كده أنزل بالمعلقة الصغيرة من الملح ونص معلقة صغيرة من الفلفل الأسود وقلبهم كده معاهم بعد كده هنزل بربع كباية من المياه صغيرة علشان تساعد إن الطماطم تترى وتتسبب كويس أول بقى ما تبدأ تغلي كده ههدي النار عليها وغطي وغطيها واسبها عشر دقايق لحد ما تتسبب كويس بعد كده هقلب البيت تقليب خفيف ما حاولش أقلبه كتير قوي وانزل برشة صغيرة من الملح ورشة صغيرة من الفلفل الأسود وقلبهم معاها كده هتضرنا البيت بعد بقى ما رفعت الغطى ولقيت كل المكونات تريت مع بعض الطماطم والفلفل والبصل هقلب كده كله مع بعضه واسويها كده بعد كده بقى فتح كده شوية وانزل البيت لو حابين ما تضربوش البيت وتنزلوا البيت صحيح كده تفتحولوا بس كده أماكن ليه وتنزلوا كل بيضة لوحدها برضو عادي زي بقى ما تحبوا نتأكد بس ان كل جزء من الخلطة على بيض كده تمام أهدي بقى النار عليها وأكون حتى شياطة الرز من تحتها واغطيها واسبها لحد ما تستوي ولما الوش بتاعها يستوي وينشف من البيض كده تمام في المرحلة دي لو حابين تضيفوا شوية جبنة وتغطوها دقتين كده على نار هادية وبعد كده تشلوها لحد ما تجبنا تسيح زي ما تحبوا بس أنا هقدمها كده النهاردة هجيب رشة من البقدونس هرشها عليها بتدي شكل حلو برضو وطعم كمان بيجد طعمها حلو قوي مع العيش البلدي وشوية زتون اسود كده هقطحها لشان أوريها لحضراتكم أكلة سهلة وسريعة ما أخذتش وقت مننا خالص وطعمها بجد حلو قوي جربوها إن شاء الله تعجبكم جدا يارب أكون أفدتكم ولو عجبكم الفيديو ما تنسونيش بدعوة حلوة من حضراتكم والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته موسيقى 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 موسيقى